بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين أما بعد أعمال درس الثامن من دروس الفقه والتوحيد مادة الدراسات الإسلامية للصف الخامس وهو صفحة 176 هو مكتوب الدرس الثالث ولكنه في ستركيب في دروس الفقه في مادة الدراسات الإسلامية هو الدرس الثامن بعنوان حالات المأموم مع الإمام في الصلاة هي حالات أربعة صلى فهد وسعد علي وراشد مع الجماعة في المسجد فلما قبر الإمام للركوع ركع فهد مع الإمام مباشرة ما ينفع وتأخر سعد حتى كاد الإمام يرفعه من الرقوع قاطع بينما ركع علي بعد الإمام مباشرة صح هذه هي المتابعة التي نريدها أما راشد فقد ركع قبل الإمام هذه مصابقة يصابق الإمام كل الثلاثة محرمين معد واحدة وافق الإمام في الرقوع كان فهد وبعد منه سعد ثم علي هو اللي كان شغل مزبوط متابعة مزبوطة أما راشد سابقة الإمام يبقى اللي بيوافقه ما ينفع واللي يتأخر تأخير خطأ اللي يتابع علي هذا مزبوط اللي يصابق خطأ ثلاثة محرمين معد واحدة واجبة واجبة من منهم وافق السنة هذا ما سنعرفه إنه مين هو علي مين إحنا خلاص عرفنا علي بالمأمومة مع الإمام مع إمامه أربع حالات أربع حالات الحالة الأولى اسمها المتابعة وهي أن يكون دخوله في الصلاة وانتقاله من الرقم إلى آخر أكبر إمامه ماشرة يعني أقول الله أكبر إن تدعو الله أكبر يرفع بس لا أبله ولا بعده ولا ولا بعده يعني بفترة طويلة ولا تأخر ولا تسبقه حكمها واجبة المتابعة واجبة بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا أكبر أكبره ما أكبرش مع بعض ولا تتأخر بعده ولا تسبع ولا تكبر حتى يكبر إذا ركع فاركعه ولا تركعه حتى يركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فسجده ولا تسجده حتى يسجد لا تسبقه الموافقة مع الحكم الثاني غير المتابعة الآن شيء اسمه الموافقة وهي موافقة الإمام في الانتقال بين الأرقان هو بيرتع تكون تراك يسجد ما ينفع محرما المصابقة تقدم على الإمام في انتقالات الصلاة هو لسه بيقول الله أكبر وهي رتع تكون أنت رتع أو بيقول الله أكبر وليسه ما سجدش تكون أنت سجد وحرم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار يعني يغضب عليه الله عز وجل ليه لأنه رفع رأسه قبل رأس الإمام تمام المخالفة هي التأخر عن الإمام في الدخول إلى الصلاة والانتقال بين الأركان يعني أنا واحد يصلي جنبي الإمام قال الله أكبر ورتع وبعدين سمع الله لمن حميده التاني للسراكة وبعدين نزل سجد الله أكبر والتاني للسراكة ما ينفعش أو مثلا سيجد وهل سبحانه ربنا سبحانه ربنا ودعا وبعدين ربنا اخفر لي رب يخفر وسجد تاني والتاني لسي سجد في السجد الأوام من فعل دي مخلف وحرم التأخر عن الإمام برقن فأكثر بالله أربطوا بين الحالة والمثال الحالة والمثال المتابعة ركع المأموم مع إمام قبر المأموم بعد تكبيرة الإمام موافقة ركع المأموم مع إمامه مصابقة قبله قبله تأخر المأموم بعد رفع الإمام من الركوع دسمه هم محرمين بعد المتابعة واجد أطبق وألخص حالات المأموم إنه حالات المأموم مع الإمام طيب نقولها كده أيه عشان تبقى معها مضبوطة عالات المأموم مع الإمام هو الحاجة المتابعة مع واجبة الموافقة الموافقة محرمة وقال في التأخر لا يجوز التأخر بركن إلا العذر يعني مثلا واحد كان مريض مش قادر يتحرك بس يعني إيه لكن إلا بعذر لكن في الغالب هي المحرمة هي إيه محرمة نذهبوا الآن إلى الأسر مبينوا حكم ما يعدي طابقة الإمام محرمة موافقة الإمام محرمة صار الإجابة الصحيحة من بين الأقواش تابعت الإمام في الصلاة المتابعة واجبة التأخر عن الإمام في الدخول إلى الصلاة والانتقال بالأركان سمى ما يتأخر يسمى مخالفة 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 التأخر نخليها مخالفة اللي كانت هنا وبركات وبركات وإنه قائمة تأخر ولكن لا عنوان يسميه المخالفة تمام مخالفة